وخلال اجتماع مجلس الوزراء استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع حمود عصمت جهود الوزارة لخفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بداية من الشهر الماضي وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري تم تحرير نحو 513 771 محضرا لسرقة الطيار الكهربائي بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحجم طاقة يصل إلى 154 97000 كيلوات في الساعة فضلا عن تحرير 116 164 محضرا خلال نفس الفترة بمعرفة الضبطية القضائية لشركات توزيع الكهرباء بحجم طاقة يصل إلى 115 مليون كيلوات في الساعة